هيا الفقرة دي فقرة مهمة جداً يمكن إحنا متعودين أو تربينا أنه الأم والأب دايماً كانوا بيبقى أقصى أحلامهم مع ولدهم أنهم يعلمون كويس جداً عشان ياخدوا مؤهل عالي طبعاً من الجماعات اللي إحنا عارفينها جماعات معينة طب بيبقى هندسة الحاجات دي عشان معتقدين أنه هو ده هو ده المؤهل اللي يقدروا بيه أنه هم يحصلوا على وظيفة وكمان يأمنوا مستقبلهم ده كان النظام السابت خلص دراستك عشان نشوف لك وظيفة وياريت طبعاً تكون خريج كليات قمة عشان تقدر تفتح بيها بيت بس دلوقتي الحقيقة أنه ما بقاش الكلام ده موجود العالم بيتطور طول الوقت شكل الحياة بيتغير فبالتالي سوء العمل متطلباته كمان بتتغير ما فيش حاجة دلوقتي يسمعها وظيفة تقليدية مستنياج بعد الجامعة اللي موجود دلوقتي حاجة واحدة بس لازم كلنا ندركها لازم الأسر كلها تدركها لازم شبابنا يدركها وياخدوا بالهم منها وزي ما قلت لحضراتكم إن سوء العمل عايز مهارات معينة ومختلفة المهارات دي لها شروط وقليات المصطفى صحيح وعايز أقول لك كمان إنك عشان كنت مبنع يعني زمان تشتغل كنت لازم بقى خريج صحيح كلها النهاردة أنت ممكن تبقى خريج أداب على فكرة وتدرس برمجة بلاش علاق خالص كورسات أونلاين كمان يعني سالف استودي الموضوع مبقاش صعب الموضوع ممتد إنك ممكن تدرس AI وتدرس تقنيات بقى البلوكتشين وتخش في الوظائف اللي فعلا العالم كله محتاجها خلينا نقول فرص العمل دلوقتي محتاجة طموح مختلف محتاجة مهارات مختلفة خالص عن الجدول القديم اللي احنا كنا مذكرينه ده اللي حيخلينا نسأل دلوقتي إزاي شبابنا يكتسبوا مهارات سوء العمل الجديدة في الفترة اللي جاية يعملوا إيه؟ هل الدراسة التقليدية بمنظورها التقليدي يعني هي الشكل الوحيد لتأهل لسوء العمل هل وظائف زي مصمم الجرافك زي ما قلت البرمجة الكودنج هل الحاجات دي السوء العمل محتاجها هل دي محتاجة كل التعب اللي كنا نتعبه زمان ده السؤال اللي حنجاوب معاه معضفنا في الستوديو الدكتور سعيد الزغبي مدرس العلوم السياسية في جامعة قناة السوء صباح الخير دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ الصفحة أستاذ جمالة صباح الخير صباح الخير يا عزيزي صباح الخير لعجبتني الفقرة اللي فاتت الأشياء القديمة اللي انت بتحتفظ بها زي ما فيه أشياء قديمة انت بتحتفظ بها أبرز تعليق عجبك مين مراته اللي محتفظ بزوجته هي حاجة أقديمة فعلا وحاجة حديثة للمستقبل برضو يعني دي حاجة يا عزيزي مرى الصندوق كذلك برضو فيه وظائف قديمة احنا حنحتفظ بها بعد عشر سنين كاستشراف وكتنبؤ للمستقبل فيه وظائف هنقول عليها يا ده كان فيه كذا المرشد السياحي الناس اللي بتشتغل في الأرشيف فيه بعض الوظائف كده هنقول ان مكانت من عشرين سنة كان فيه المهنة دي الناس بتشتغلها فيه المؤسسات الحكومية ارجع اقول لحضرتك اه فعلا فيه معايير دلوقت اللي حضرتك وستاذ جمانة بتحكي عليه كليات القمة وده الموروث الثقافي بتاعنا اللي على طول زاكر علشان تخش كله الطب زاكر علشان تخش كله هندسة زاكر علشان صيدلة يا طب يا هندسة يا صيدلة يا ام هتبقى فاشل وده طبعا ده المنظور ده المفهوم واللي احنا ورثنا بقاله فترة وما زلنا وبعض العائلات موجودة هتطلع دكتور طبعا انت ممكن تطلع دكتور من غير ما تدخل كله الطب ممكن انت لو انت داخل كلية انت حبيبها تزاكر وتكتهد وتعمل فيها دراسات عليا وتعمل ماجستير وتعمل الدكتوراه وحتبقى دكتور وحتبقى دكتور رسمي هتبقى دكتور عملت دكتوراه الدكتور اللي بيطلع من كله الطب حكيم يعني في لبنان لما حضرتك تروحي تزور لبنان كده يقولك اهات الحكيم العيو اهات حكيم الانف والأزو مش الدكتور لان لم يحصل على شهادة الدكتوراه او الدراسات العلية فدي كليات القمة اللي احنا هذا الموروث الثقافي اللي ما زلنا او بعض العائلات المصرية مازالت بتتكلم فيه احنا دلوقتي العالم اختلف تماما العالم فيه كليات وفيه جامعات طب السوق محتاج يا دكتور محتاج مثلا فيه دراسة السنة اللي فاتت في الولايات المتحدة الأمريكية قالت ان فيه خمس وظايف العالم كله محتاجة واحنا جزء من العالم احنا مش هنتجزئ او هنبعد عن العالم احنا كلنا مجتمع دولي كل ده كان موجود بقاله فترة حقيقة دكتور ولكن بعد جائحة كورونا اظهرت الموضوع ده فكرة انه يبقى حد لازم ايا كانت المهنة اعتقد وحضرك صحح لي طبعا ايا كانت المهنة لازم يكون فيه خلفية متعلقة بالكمبيوتر خلفية متعلقة بالتعامل مع البرامج والانترنت او 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 مضبوط تمام والادارة وما ننساش ان لازم تكون كمان دارس ادارة كان زمان الناس اللي في كله الطب واللي في هندسة كانوا بيخفروا تمام انه يدرس المانجمينت نفسها علم الادارة نفسه الدكتور دوت في الاخر حيبقى رئيس مستشفى او مدير مستشفى لازم يمنج الموضوع ويدير هذه المنظومة كذلك الصيدالي كذلك المهندس في يوم الايام هيدير المنظومة اللي هو بيشتغل فيها طبعا احنا دلوقتي الادارة مفهومها ام بي اي ولا ادارة مفهومها الادارة الادارة اللي هي التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة الخمس وزايف بتوع الادارة لازم يكون واعي وحضرتك دلوقتي لما بنقول الولايات المتحدة الامريكية بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية ولا بنقول الادارة الامريكية قالت كذا الإدارة لأن الرئيس بتاع الولايات المتحدة الأمريكية بيمانج الموضوع. زي ما احنا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه من أربع سنين احنا دلوقتي احنا نقدر نقول للإدارة المصرية بتعمل حلاق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المجالات. الصحة شغال التعليم شغال. الترق والكباري منظومة الأنفاء. منظومة بناء المجتمعات والمدن المستدامة في التنمية المستدامة شغالين. تطوير في التعليم شغال سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من اسبوعين كان في قمة الحكومات العالمية وكان بيسلم جوائز للحضرتك بتقول عليه. للناس اللي اشتغلت على الانترنت. الناس اللي اشتغلت تعرف تجمع داتا وتحل البيانات. ودي مشكلة عندنا في مصر نحنا محتاجين. داتا ناري سيادة. تعلي البنات دي وظيفة مهمة جدا. احنا متعودين على فكرة الورق والأرشيف زي ما حضرتك قلت. والملفات ونقعد ندور. واللكم رجعنا وراءها فعلا حضرتك يعني ده احنا زي ما قلت احنا محتاجين نجمع داتا ونحلل الداتا. لان هي دي اللي هتخلينا ننتقل من اقتصاديات دول نامية الى نشاية الى دول متقدمة بتحليل البيانات. وده برضو اللي احنا شفناه مع السيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. لما عملنا مدينة الغذاء وبدأنا ان احنا نقول هنوزع وجبات مدرسية. على الناس اللي عندها او الاطفال عندها تقزم والناس اللي عندها امراض السيمنة. هي عرفنا منين في تقزم وسبنا. الا من خلال جمع الدياتا او جمع البيانات وعرفنا ان احنا عندنا مثلا. تحليلها وحللناها. عندي خمس تلاف طفل عنده تقزم. ست تلاف او تمن تلاف طفل عنده السيمنة. ونسبها في المحافظات والوجبة بتختلف على حسب النسب دي. بالضبط. ده تحليل البيانات. ادخل بقى في الاقتصاد. انا هحلل الاقتصاد الاقتصاد بتاعي. وححتاج ان انا بيانات من الاقتصاد بتاعي. ادخل على الجهاز المركزي لمحاسبات وزارة التخطيط. والجهاز المركزي للاحصى والتعبئة. وابدأ ان انا اشوف بيانات. وابدأ ان انا اعمل داتا لحلل هذه الداتا. احنا بنفتقر في مصر فعلا هذا الموضوع. طب وهندسة وصيدلة اوكي. ودول من المهن اللي كتبت عنها الامم المتحدة. انها اللام ولن تتغير. ومحتاجين اطباء. وكورونا في 2020. اثبتت كده ان انا محتاج اطباء ومحتاج سيادلة. ووووكلة. دول مش هيتغير. لكن العالم بيتغير. ولازم ان انا يكون متغير. وبؤمن بالتغيير. ان انا لازم يكون عندي وظائف جديدة. وهذه الوظائف الجديدة. مش هيتغير. انا اتفق مع حضرتك. ده طبعا بجانب الوظائف الجديدة. لكن حتى الدكتور والمهندس. وزي ما حضرتك قلت. الوظائف التي لن تتغير. ولكن بيبقى فيه دايما تطور. يعني دلوقتي احنا بقنا نشوف روبوتس بتعمل عمليات. لازم الدكتور والطبيب يبقى فاهم التكنيكس دي. التعامل مع الروبوتس دي. باشرف طبيب طبعا. لكن لها قليات وليها مختلفة. لازم يكون مطالع عليها. عشان يقدر يكون دكتور مواكب. لانه غير كده يبقى دكتور ما عندوش المعلومات الكافية. مش مطالع على التطورات. فبالتالي ده اكيد هنتقص من خبرته. طيب. خلي اروح لما حضرتك لسؤال اخر. دلوقتي لو اي شاب يتفرج علينا دلوقتي. وهو لسه بيفكر مش عارف يعمل ايه. ومش عارف اوي سوء العمل محتاج ايه. وبيفكر لسه. طب اخش انه. لسه ملوش اي ميول. حضرتك يعني لهو بيفكر دلوقتي وقسرته كمان معه. ازاي اصلا يفكر طريقة التفكير. شوف حضرتك الانترنت دلوقتي مليان كل الجامعات وكل احنا عندنا بالمناسبة 27 جامعة حكومية موجودين في مصر انبثق عنهم جامعات اهلية 12 جامعة اهلية. منهم اربع جامعات دولية. كل ده موجود على المواقع الالكترونية انا لو شاب متقرج حب ادخل على موقع كل كلية. وزي ما انا عملت والناس اللي اجتهدت وحضرتك اكيد استاذ مصناف عملت. وابدأ ان انا افتح كل موقع الالكتروني لكل جامعة واشوف هي بتعمل ايه. بتقدم ايه. ايه هي المواد المساقات او المواد التدرسية اللي انا حدرسها. حدرس ايه? حدرس جولوجيا. حدرس زكاء اصطناعي. حدرس جامعة وتحليل بيانات. حدرس حدرس. وابدأ اقرى اقرى في كل الجامعات فعلا كل الطلبة لازم المتخرجة من الثانوية العامة لازم تعمل كده ما تتجيش اتجاه الاهالي ادخل طب. ادخل 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 او مثلا ابو الوالد والوالدة مستشارين فطلع هو كل يضحوا عشان يطلع زيهم او بيدرسوا في الجامعة فهو حب ان هوا يدخل السلك حدرتك عندك المواقع الالكترونية ابدأ ادخل وابدأ شوف الجامعات دي بتقدم ايه? والمواد بتاعتها ايه? وقرأ وشوف انت ميولك رايح فين? رايح للحتة دي للجهة دي ونصيحة. اول ما تدخل الكلية مش الكلية بس هي دراسة ايه طبعا لكن ولكن ده بيفتح علينا باب تاني خالص هل كمان كم سنة يعني حنقول ان الجامعات مش بثقالها اللي احنا متعودين ويعني حسأل السؤال بشكل تاني عندنا حاجة اسمها فيهم اسمه السيلف استادي او انك تعلم نفسك بنفسك وعندنا موقع زي اليوتيوب انت ممكن تخش تتعلم منه اشياء كتير جدا وعندنا مجتمعات اوروبية وامريكية مش لازم تبقى فيها خري الجامع علشان تنال احترام الجميع على فكرة ممكن تبقى مؤال متوسط او تحت المتوسط وخدت شوية سيلف استادي وبتشتغل في شركة فضيعة جدا وبتاخد مرتب فضيجا الكلام ده موجود برا بس مش موجود هنا ممكن ينتقل هنا فعلا وكان موجود استاذ مصطفى لو تفتكر عباس العقاد ايام الحقبة العرابية عباس العقاد كان معاه ايه كان معاه الابتدائيه فقط ولكن محبش يكون عباس العقاد زي اللي جيه الدنيا زي ما خارج كده لا شخص لا يذكر احنا مازلنا في عشرين اتنين وعشرين انا بدرب وبدرس بقول ان عباس العقاد هو من امن بموضوع التخصصية اللي لازم تكون متخصص الرجل ده مدرس حاجة لكن لما حدك تفتح النت هتلاقيه كتب عبقريات محمد عبقريات المسيحة كل العبقريات كتبت من عباس العقاد ده موهبة برضه دكتور تقف نفسه ده الوحده يعني ده برضه خلينا نقول هبة وموهبة واشتغل عليها تمام وثقف واشتغل عليها وهي ده استاذ جمانا ده اللي احنا بنقول عليه ان فيه ناس بتوبى عندها الموهبة بس مش عارفة ان هي عندها الموهبة بتحتاج عامل محفز خارجي زي العيلة زي الصحاب يقول لك خلي بالك انت شاطر جدا بتعرف تكتب شعر وحضر انت شاطر جدا بتعرف تكتب شعر ماسكوتش لا المفروض بقى ان انا ابدأ زي ما حضرتك قلت السلب سطادي ان انا ادخل على اليوتيوب وطبعا من عشر سنين ما كانش المواجهات ما كانش عندنا من عشر سنين حاجة اسمها حاجة جبارة جدا في مصر اسمها الاكاديمية الوطنية للتدريب صحيح ما عندناش حاجة زي كأدخل اتعلم اقرأ وزارة التخطيط والاصلاح والتنمية الاقتصادية عاملة مشروع كبير جدا جدا وحاجة جميلة جدا حضرتك خش على الموقع هتلاقي كورسات في الادارة مجانية بتفتح كل كورس وبتسمع وبتتعلم من غير ما بتدفع اي مليم وزارة الاتصالات وباوت مصر الرقمية لا حاجات كتير جدا السلبستادي فعلا دي حاجة مهمة جدا اه السؤال بقى بتاع حضرتك هل ممكن يفيدني برا الجامعة اه حيفيدني برا الجامعة لان التدريبات دي واليوتيوب والدورات التدريبية اللي احنا بناخدها بس الدورات التدريبية تكون من مراكز معروفة واعتمد اه طبعا زي ما احنا ضربنا المثال بالتقن ايه او الاكاديمية الوطنية للتدريب دي بتديك بقى الناحية العملية انا في الجامعة بدرس الناحية العلمية لكن في الورش التدريب وورش العمل وفي الدورات التدريبية واليوتيوب بدرس ما يحتاج وسوق العمل بالضبط وبدرس انا بالدراسة اللي بتاعتي وعلى فكرة عايزين نقول للشباب ايه واحد يقولك هو انت هتعمل ايه بالانت درسته لا يا فندم لا يا فندم بس حضريةك انا عايز اقول لحضريةك والسلام والسلام العلم هو الطريق الوحيد اللي حيخليك تنتقل من مرحلة الى مرحلة اخرى في اكبر واحلى اصدهار في الحياة تمام فانت لازم تتعلم و لازم تتدرب و لازم تاخد الموضوع بتاعتك كلها بتاعتك باهتمام جدا وتذاكر علاوة على كده الفترة من سنة اولة و تانية و تالتة و ربعة دي مش للاجهزة الصيفية انت في اربع سنين لازم تأهل نفسك علميا و عمليا الفترة الصيفية دي لازم اروح اتضرب ورشة عمل في اي مكان اسمع يوتيوب اشوف الهيئات والمؤسسات الحكومية اللي اتدي التدريب الصيفي يعني هو وقف في فترة الكورونا واعتقد ان هو ممكن يرجع دلوقتي مؤتمرات الشباب اشاري في مؤتمرات الشباب حاجة جميلة جدا عملناها مبارح منصة حوار مع الدكتور مصطفى مدبولي المنصة دي حاجة جميلة ادخل ادخل وقل رأيك وعبر ممكن فكرة انت مفكرها ان هي تكون سازجة او بسيطة او تفه زي ما احنا بنقول الفكرة دي فكر الشاب بتاع اسوان اللي طلع مع الريس وقال له المصنع مش عالا شوف هذا الولد انا اللي بحط نفسي مكانه انت ازاي قدرت انك تغير وقع لمجرد جملة شوفت قال له الريس المصنع بينزل وبتاع الريس راحت ان يومد غير يعني خليك ايجابي اه استاذ بصبب استاذ عايزة اقول لك على حاجة المشكلة مش في الشخص بتاع اسوان اللي قال المشكلة عندنا هنا في القيادة اللي سمعت الشخص اللي بيقول واستمعت لي وقدرت الموقف وقدرت الموقف واستجابت للموقف ونفزت الموقف ومن قبلها الفرصة اصلا اللي هو خدها قبل ازتماع الفرصة وهي دي الفرصة احنا عندنا فرص كتير جدا اضرب لحضرات برضو مثال طفل ياباني في احد المدارس اليابانية كان فيه عندهم حصة رسم فوزير التربية والتعليم الياباني كان بيعمل سيرفي كده على المدارس فدخل فطبعا المدارسة اول ما شافت وزير التربية والتعليم جمعت كل الرسومات وحبت توريها للايه لسيادة الوزير قاعد يقلب سيادة الوزير من ضمن الرسومات اللي شافها شاف سيارة مرسومة فوق بيت طفل صغير سازج بيرسم ايه سيارة فوق بيت رئيس الوزراء او سوري وزير التعليم اخد الفكرة دي وكان اول جراش متعدد الطوابط في العالم من هذه الفكرة شوف فكرة من طفل صغير ممكن لحضرتك الفكرة البسيطة السازجة التفهة اللي احنا بنقول عليه وبيسخر بيها اقرب الناس اللي إليك ايه عامل اللي انت بتقوله ده ممكن لحضرتك دي ترفع وطن وتعلي من شأن وطن واتطور من مؤسسات حكومية كتير ولذلك احنا دايما بنونادي استاذ مصطفى مش كمان الشباب لا كمان الموظفين الحكومة اللي بيشتغلوا واحنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها التمييز المؤسسة في المؤسسة الحكومية تبع وزارة التخطيط لازم يكون في مبادرات وفي ابتكارات وفي اقتراعات تكون من خلال المؤسسات الحكومية من خلال كل موقع إليكتروني خاص يعني لو عندي انترفيو دلوقتي مع أي جهة عمل لازم بقى معايا شهادات كتير عشان أعرضها ولا لازم بقى عندي مهارات كتير هي دي النقطة الناس لما بيجوا يتدربوا دورات تدريبية انت لو عايز شهادات خد يا حبيب خد يا حبيب مفيش أسهل من كم أطبع لك يعني حعملك 200-500 نسخة المشكلة انت بتستفاد ايه اللي هي المهارة واللي انت شاطر فيه فعل بالصبت اللي انت اكتسبتها هو انت رايح تاخد دورة تدريبية في إدارة التفاوض وانت عمي حقود أدرس استراتيجيات عن التفاوض لا يا فاندب انت داخل حاجة بتحبها حاجة حتنمي مهارتك في عملية التفاوض اللي حيفيدك في الماركتنج لو انت مسوق أو انت بتسوق أو 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 حتفيدك في الموضوع دوت يبقى أنا داخل مش علشان الشهادة أنا داخل عشان أعلي المهارات المكتسبة بتاعتي علشان مش لما ادخل انت فيو يقول لي فين الشهادات لا مش الشهادات الموضوع عن الشهادات الموضوع بعرف اتكلم بعرف احاور بعرف اناقش بعرف تديني ما اديك امثلة هنعمل كذا وكذا وكذا ودي النقطة برضو مهمة من ضمن الوظائف الحديثة الجديدة تطوير المنظمات وتطوير المؤسسات دي احنا شغلانا برضو من الشغلانات أو من الوظائف الجديدة اللي أنا محتاجها ازاي تطور المؤسسة بتاعتك ازاي يكون عندك مهارات مكتسبة مش شهادات واخدها ورايح تقول انا عندي كذا وكذا وكذا ما انت ممكن تكون واخد ام بي اي وممكن تكون واخد ماجستير ودكتورات مش عارف تطبقه لان هو كمان الام بي اي يعني مهارات تواصل بس دي تحتاج خبرات اكتر تعامل اكتر مع الناس ما اعتقدش ان يعني نحد درس يا دكتور وتعامل مع الناس بشكل كافي وزي ما حضرك قلت تنقل ما بين الدورات والوظائف ومستحيل ان اي شخص عنده كل الكم الهائل ده من العلم والخبرات ومش عارف يتعامل بالزبط ده صعب جدا الا لو هو فعلا بقا مش حابب المجال اللي هو فيه تماما اكيد ممكن يشتغل فيه هو مش حابه بس هيرف يتعامل بات اكيد انا عايز اقول لحدك ان الدولة المصرية وفرت النقطة دي انت مش ادخل اللي انت حابه وانا هوفر لك فرص العمل احنا عندنا مشاريع اقتصادية كتير جدا يعني احنا ما شاء الله في خلال الاربع سنين دول حتى في كورونا كان معدل النمو الاقتصادي بتاعنا خمسة بين تمانية من عشر في المية اعلى اقتصاديات موجودة حتى في شارع اسيا بتحصين والناس ده احنا كنا اعلى منهم ده بسبب المشاريع الاقتصادية بتاعت كل مشروع اقتصادي احنا بنين عليه جامعة خاصة عشان مخرجات التعليم او المخرجات الناس اللي خارجة من هذه الجامعات تقدر تفيدني في هذه المشروعات استعدتنا كلية جديدة صحيح طبعا عند حضرتك بسي مصطفى عد معي التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي اللي هي بدأت في بورسعيد منظومة التأمين الصحي لما الناس رح تتدربت في لندن والمسؤولين عن هذه المنظومة رح يتدربوا واخدوا الخبرة وجم طب انا ممكن انشأ جامعة وقد كان انشأنا كلية لتكنولوجيا الخدمات الصحية القطار المكهرب والقطار الكهربائي والتطور الكبير زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا صرفنا 2 تريليون جنيه مصري لتطويق قطاع المواصلات تمام انا محتاج دكتور وصيدالي والوظائف العادية لانا محتاج ناس فهمة في التكنولوجيا المواصلات والنقل الذكي وطبعا ازاي ان انا اعرف اعمل هذا الموضوع وصيانتها دخلنا دلوقتي في حاجة اسمها الحكومة الالكترونية والحكومة الذكية طب انا هشغل موظف روتيني بروكراطي قاعد لسه على الورقة والقلم ولا لازم يكون اشخاص وشباب لسه متخرج فاهم في التكنولوجيا والفعل كمان حتى تم تدريب الموظفين اللي هيتم منقلهم للعاصمة الادارية الجديدة كمان تمام وهي نقطة مهمة خلي بالحضرتك كده جمانة استاذ مصطفى افتكر معي كده خطاب عيد العمال السيادة رئيس عبدالفتاح السيسي السنة اللي فاتت مش اللي فاتت عشرين اتنين وعشرين 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 كان بيركز على حاجة مهمة جدا احنا خطاب عيد العمال كان عندنا دايما بيتتكز على ايه المنحة يا رئيس عايزين منحة المنحة الفلوس بس لكن سئة رئيس عبدالفتاح السيسي غير مفهوم هذا الخطاب وبدأ يتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا احنا عملنا الروبيكي وعملنا مدينة الافات وعملنا مصانع كتير ومدينة الغذاء ومدينة الدواء بس انا محتاج علشان الناس دي وعشان المدينة دي تنجح ادرب العمالة اللي موجودة عندي ما هو مصانع الروبيكي بتشتغل بآليات وتكنولوجيا حديثة ومتقدمة جدا هشغل فيها العامل اللي لسه يعني عنده الفكر بتاعه لسه سنة 1960 ولا لازم ان انا ادرب العمال اللي موجودين عندنا لي ازاي يستخدموا هذه الالات وبالتالي اتغير هذا الخطاب وبدأ سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتكلم عن ازاي ادرب العمالة وكان بيركز جدا على تدريب العمالة في المصانع تدريب العمالة في المشاريع الاقتصادية لان كل ما اتضرب العمالة كل ما هيقدي الى ان المشاريع الاقتصادية بتاعتك هتنجح ومش هيقدي الى خسائر ومش هيقدي الى ان انا افشل المواضيع بتاعتي عندي كمان الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة المتجددة الهيدروجين الاخضر الامونيا القادرة كلية الزراعة اللي احنا بنقول كلية الزراعة وستاذ جمانا اللي احنا بنقول كليات القمة هي وووو كلام ده احنا ما بنسخرش ولكن احنا بنقول كلية الزراعة فيهم من الأيام هتصبح كلية من كليات القمة لأننا عندي مبدأ أو محور مهم جدا من محاور التنمية المستدامة هي الأمن الغذائي حقيقي جدا إحنا عشان وقتنا للأسف بيخلص عايز أرى حضرتك كمان سؤال مهم جدا في بعض الشباب للأسف بيصاب بالإحباط لما بيبتدي يشتغل في وظيفة هو مش حبيبها مش لقي نفسه فيها وبيخاف حتى أنه يبتدي مشروع جديد ليه مشروع صغير وطبعا احنا عارفين المحفزات الدولة بتقدمها المشروعات الصغيرة ومتاليات الصغيرة والمتوسطة وما إلى ذلك بس ده بيحتاج جرأة بيحتاج شجاعة بيحتاج أنه الشخص يكون عنده قدر من الشجاعة أنه يقدم على شيء زي ده حضرتك تقول ايه في موقف زي ده؟ الشخص ده لازم يكون عنده خمس معايير مهمة جدا عشان يقدر يخرج من نطاق الوظيفة اللي هو مش حبيبها للنطاق ريادة الأعمال اللي احنا اول الستارت أب اللي احنا بنحكي عنه أول حاجة لازم يكون عنده إيمان بمفهوم تغيير أنا عايز أتشنج من حياتي أنا عايز أغير من الواقع اللي أنا فيه ده لازم يكون محفز داخلي من جواه حتى لو أنت حضرتك قلتله أنت ما بتحبش يا عمي أنا ما بحبش الشغلانة لو ما عندكش الإيمان اللي جواك من اللي أنت عايز تغير عمرك ما هتنتقل من كده لكده المخاطرة كل حد بينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى وبيتطور فيها لازم يكون فيها مخاطرة يعني يكون مفقف لازم يكون فيه قدر معين من الثقافة يعني إيه الثقافة اللي حضرتك قلت عليها عنده نهارات أنا دارس في الآي تي دارس في الزكاء الاصطناعي دارس في جامعة وتحليل البيانات دارس في تقارير التنمية المستدامة ودي حاجة حتبقى مطلوبة جدا 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 عندنا في مصر وقليل قوي قوي اللي بيعرف يعمل تقارير التنمية مستدامة تمام يبقى أنا عندي هذه الخلفيات أبدأ أن أنا أستقل عن الوظيفة الروتينية اللي موجودة عندي وأبدأ أن أنا عام يبقى دول تلات حاجات تاني حاجة اللي لازم يكون عنده أنه بيرفض تماما الروتين والبيروكراطية هو شخص مش روتيني أنا مش كل يوم حاسحة الساعة 8 صفحة أكس الوش أروح المكتب أقعد على الكمبيوتر الساعة 2 أخرج وداخل البيت دول المهارات أستاذة جمانة المفروض تكون عند هذا الشخص لو توفرت هذه المهارات أو الخمس فعلم أنك شخص نال بالذكت سينتقل من المرحلة دي للمرحلة دي والرجل المناسب في المكان المناسب هو ده اللي هيخلي المؤسسات بتاعتنا ترتقي واللي هيخلي الاقتصاد بتاعنا يرتقي لو أنا رفضت دي وبدأت أعمل حاجة بحبها حاجة بحبها يعني هأبدع فيها حتاكر فيها هتعلي من اقتصاد الدولة أنا أعيش بحيها نذكر سعيد أنا أشكر حضرتك جدا أشكرك وقبل ما أختم معاك عايز أسألك السؤال بتاع حالقيتنا النهاردة اتفضل ايه الحاجة اللي أنت بتحب تحتفظ بها وما زلت محتفظ بها وبتمثل ليك ذكرى كبيرة جدا طيب أنا أقول لك على حاجة أصدوص أنا عندي شنطة من حوالي 11 سرة اللي هي شنطة لابتوب جايبها من مكان أنا حابه فيه ذكريات طبعا كل الدورات التدريبية الناجحة بتاعتي كانت من خلال هذه الشنطة فكل ما أقول أمشيها أرميها أقول لا أبايا دي هناك ناس بتتفائل كمان بالحاجات دي منسبلها تميمة الحظ جدا وعالدي لابتوب لابتوب بقاله يمكن 15 سنة اللابتوب دوت مازال وفيه لابتوب جديد بس هو تميمة النجاح بتاعته ايه مش عليه أي حاجة بس أستخدمه بقى لما تفرج على أفلام ولا حاجة ولكن هو ده اللي سافر معايا واللي راح معايا واللي عاش معايا فتبتوب حاجة عزيزة عليك يعني عموما إحنا منتظرين يعني إجابات حضراتكو زيما الدكتور سعيد دكتور سعيد الزغبي مدرس العلم السلسية بجامعة قناة سويس شكرا جزيلا لك نورتنا وشرفتنا وكونا سعادة جدا شكرا جزيلا